أي صيغة دستورية بعد اختتام اجتماع اللجنة القانونية في تونس؟ بلغة الثناء على جهود اللجنة وتجاوز انقساماتها تقول البعثة الأممية إن اللجنة توافقت بشأن مقترح القاعدة الدستورية التي ستبنى عليه الانتخابات نهاية العام تتعاهد اللجنة بتقديم تقريره النهائي حول ما تم التوصل إليه لملتقى الحوار للبت فيه يترك موعد تقديم التقرير ومناقشة توصيات اللجنة دون تعريف غير أن تحديد الاجتماع هذا قد يبدو أبسط الإشكالات وأقلها أهمية عما تضمنه البيان الختامي والجدل المرافق للمناقشات التوافق على الصيغة الدستورية المفترضة جاء مقيدة تقول البعثة في بيانها إنها على علم بالقضايا الخلافية وتذكر على لسان رئيسها يانكوبيتش أن هناك خلافات وصفها بالسياسية تقف وراء الانقسام وتحول دون الوصول إلى مقترح توافقي حتى الآن رشه عن كواليس الاجتماع خلال أيامه الثلاثة أن خلافا دار حول نص القسم الدستوري وآخر حول طريقة انتخاب الرئيس والخلافات بتعددها لا يبدو أنها تكمن في التفاصيل فقط بل تنسحب على مفهوم عمل اللجنة واختصاصاتها عضو اللجنة إلهام سعودي وقبل يوم واحد من اجتماع تونس تقول إن هناك خلطا بين القاعدة الدستورية المخصصة لإجراء الانتخابات وبين المسار الدستوري المعني بوضع دستور دائم للبلاد تعلن سعود انسحابها من اللجنة بعد تعبيرها عن صدمتها مما سمته تغاضي البعثة عن تحليلها القانوني من أجل صفقة سياسية والخلافات والتناقضات لا يبدو أنها تنحصر في اللجنة وأعضائها في نهاية مارس الماضي لقاء لرئيس البعثة الأممية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حث فيه الأخيرة على تسريع إيجاد إطار دستوري وقانوني للانتخابات يلتقي الرجل بعدها بعقلة صالح الذي قال في الاجتماع إن مجلس النواب يرغب بإيجاد الإطار الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات ما يثير استغراب البعض في هذه اللقاءات أن الاختصاص في إيجاد قاعدة دستورية انتقل بموجب خارطة الطريق ومنذ نحو شهرين إلى اللجنة القانونية وذلك بعد انقضاء المهلة التي وضعت للنواب لتمرير صيغة اجتماعات الغردق المصرية مقترح القاعدة وموعد النظر فيه لا يزال مجهولا حتى اللحظة ووتيرة الوصول إلى اتفاق حاسم لصيغة دستورية واحدة ما زالت بطيئة مقارنة بسرعة انقضاء المهلة المحددة للوصول إلى موعد الانتخابات ما يمثل امتدادا للمأزق الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر